السلام عليكم اليوم إن شاء الله راح تكون حلقة مميزة جدا جدا راح أحكي فيها عن الدوري اللي أخده لاتسو بعام 2000 الدوري المميز جدا دوري كان كله إثارة وتشويق كان من الخيال قبل ما نبدأ بهاي الحلقة اللي حلوة إن شاء الله راح تكون بدي منكم دعم بالاشتراك واللايك والسبسكرايب بدنا نوصل القناة للألف مشترك بمعيدكم فاشتركوا ويلا خلونا نبلش بالفيديو نبدأ حلقتنا بالحديث عن لاعبي هذا السكوديتو من كان بفترة لاتسو هذا السكوديتو فيه أحيانا لغط بعض العالم تقول مثلا كريسبو كلاودو لبيز بيروتزي هاي كل هاي المعلومات للأسف خاطئة تشكيلة لاتسو سكوديتو 2000 كانت عبارة عن مركة جياني بحراسة المرمى الاحتياط كان بلوتا القلبين دفاع الأساسيين تقريبا كانوا ميهايلو فيتش وأليساندرو نستا الظهير الأيسر تقريبا كان الأساسي بانكارو كان فيه فافلي أيضا تناوبوا على هالمركز باولو نيجرو كان الظهير الأيمن بوسط الملعب كان دييوغو سيميوني والميدا كان فيه سيرجو كونسيساو كان فيه نجم الموسم خوان سيباستيان فيرون كان فيه أيضا بافل نيدفيد أكيد بالهجوم كان لاتسو عنده أكثر من مهاجم أبرزهم كان الماتادور مارتشيلو سالس كان عندنا أيضا مدرب لاتسو الحالي سيموني إنزاقي كان أيضا ألم بوكسج كان منشيني كان رفانيلي فابريتزو رفانيلي كان فيه خمس مهاجمين لدى لاتسو كان يتناوب عليهم أكيد ما ينسى أيضا كل من البرتغال فرناندو كوتو الأرجنتيني ستور سينسيني وكذلك بيان ستانكوفيتش لومباردو كوتاردي هذول كلهم أيضا شاركوا بالموسم بمشاركات نوعا ما أقل بدأ لاتسو الموسم أول تسع مباريات لاتسو حقق فيها الفوز في ست مباريات وتعادل في ثلاثة انتصارات لاتسو كانت على كل من كالياري، تورينو، أودونيزي، بارما، ليتشي، فيرونا والثلاث مباراة التي تتعادل فيها كان مع ميلان، مع الإنتر، ومع باري باري اللي كان يلعب فيه كاسسانو كان بداية كاسسانو مع بارما، بارما كنفارو، بارما كريسبو، بوفون كانت المباراة جدا صعبة بالتارديني، باللعب التارديني حسمها الميدة بقنبلة كانت من أجمل أهداف الكالتشو هذا الموسم ولليوم من أجمل أهداف الكالتشو القنبلة كانت على مين؟ على بوفون من مسافة يمكن حوالي أربعين متر الميدة كان خارق بهذا الموسم مباراة الميلان اللي كانت بالأولمبيكا مباراة يعني أغلب يجمع أنه كانت من أجمل مباريات إلى يومنا هذا المباراة كانت تشهدت تألق كل من فيرون، سلس، وشيفا شيفا اللي سجل هاترك، الله يسامحوا بهذاك اليوم سلس سجل هدفين، ولا أرواح، المباراة كانت حماسية جدا، وانتهت أكيد بنتيجة أربعة لكل فريق مباراة لاتسيو بعدها كانت ضد الانتر، وين؟ بالجيوسيبي ميادزا الشيلي زامورانو سجل للانتر، وكانت المباراة تقريبا انتهت، واحد صفر للانتر، ولكن بانكارو بالدقيقة تسعين عادة للانتر، وانتهت المباراة بهدف لكل فريق الخسارة الأولى كانت قاسية جدا جدا لأنها جاءت بالمباراة العاشرة من الموسم ومن مين؟ من الجار الغريم التقليدي روما، وانتهت بنتيجة أربع واحد، أربع أهداف سجل ثنائية كل من مونتيلا ودلفيكيو، وللاتسيو سجل ميهايلوفيتش هدف الشرف من ركل الجزاء مجبع المباراة، وكما تعلم مماركة المباراة على المباراة، يمكن جدا انهيار لاتسيو، كيف يلعظون المتابع متابع الكالتشو كيف وقع الديربي على المباراة، وكيف يعطي الدفعة معنوية للموسم كامل المباراة التالية كانت بعد الديربي، لاتسيو مع اليوووي، كانت المباراة في ملعب الأولمبيكو وعكس ما كان متوقع أنه لاتسو ينهار أمام اليوذي انتهت المباراة في ملعب الأولمبيكو بالتعادل السلبي بدون أهداف لملم بعدها لاتسو جراحه وفاز بثلاث انتصارات متتالية على كل من بيروجيا وفيورنتينا وبيات شنزا ليسقط بعدها وبشكل مفاجئ في أستاذ برويجي بنزو أمام فينيسيا بهدفين نظيفين انتهت مرحلة الذهاب وبدأ لاتسو مرحلة الإياب بشكل نوعا ما مضطرب أول أربع مباريات حقق منها فوزين وتعادلين التعادلين كانت أمام كل من كالياري وبارما والانتصارين كانت على باري وعلى تورينو خسارة لاتسو الثالثة هذا الموسم كانت على يد العملاق ميلان بالسان سيرو خسر لاتسو بهدفين لهدف هدفين ميلان كانت من ركلتين جزاء سجلها بوبان بينما سجل لاتسو مندربنا الحالي سيموني إنزاقي بعدها المباراة لاتسو فاز على كل من أودونيزي وليتشي بأهداف سجلها ضد أودونيزي سلس ونيغرو وضد ليتشي كان التسجيل من السهم الأشقر بافل ندفيد راح لاتسو بعدها رجع للأولومبيكو واللعبة كانت ضد الإنتر مباراة الإنتر بالأولومبيكو كانت مباراة دراماتيكية بالمعنى الحرفي سجل ريكوبا أول شي للإنتر وبعدها تلقى إيفان كوردوبا بطاقة حمراء المفروض لاتسو بعدها يتقدم ويسجل ولكن على العقس الدقيقة 79 يعني ضلة المباراة للدقيقة 79 متقدم الإنتر رجع ديبياجيو وسجل الهدف الثاني للإنتر تقريبا مباراة حسمت لكن الكوتش سيموني إنزاقي قلص الفارق بالدقيقة 83 ورجع بانكارو سجل هدف بالدقيقة 89 أو الدقيقة 90 أنهى المباراة بنتيجة 2 كله تعادل آخر ضد الإنتر انتهت مباراة الإنتر باقي على نهاية الدورة 9 مبارايات والفارق بين لاتسو واليوفي هو 6 نقاط المباراة القادمة لاتسو كانت ضد فيرونا في ملعب البنتي جودي واليوفي كان مباراته هي الديربي ضد تورينو وعلى غير المتوقع لاتسو سقط في فيرونا بهدف اللاعب الشاب مورفيو اللي بعدها لعب الإنتر بارما كان لعب لعب مع هذول الفرق وليوفي فاز على تورينو بثلاثة أهداف لهدفين هدفين من أهداف اليوفي كانت بخطأ من مدافعي تورينو لنتيني وبامبيلا وسجل هدف الفوز لليوفي أليكس ديلي بيرو صار الفارق تسع نقاط باقي فقط ثمن جولات لاتسو مباراة لبعد مباراة فيرونا كانت ديربي ضد روما اللي مفروض كانت بأرض لاتسو دقيقة ثلاثة مونتيلا يسجل هدف التقدم ولكن بعدها بمنتصف الشوط الثاني بدقيقة حوالي 25 23 يمكن سجل زئبقي بافل ندفد هدف التعادل وبعدها بفري كيك فاول ولا أرواح ولا أرواح من أخوان سباستيان فيرون خل النتيجة 2-1 وعلى هاي النتيجة انتهت المباراة بفوز لاتسو بهدفين لهدف لاتسو عملل عليه وفاز بالديربي نجي على ميلان ميلان اللي قدم خدمة جميلة جدا للاتسو لأن مباراة ميلان كانت ضد اليوفي بنفس وقت مباراة لاتسو ضد روما شيفا أهدى لاتسو هدية جميلة سجل على اليوفي هدفين وفازل ميلان على اليوفي بهدفين نظيفة هون باقي سبع مباريات وصار الفارق رجع مرة ثانية لست نقاط بين اليوفي ولاتسو مثل ما حكينا باقي سبع مباريات الفارق ست نقاط بين اليوفي ولاتسو المباراة القدمة وين؟ المباراة القدمة في تورينو في ملعب ديلي ألبي ضد اليوفنتوس لا المباراة ما تقبل القسمة على اثنين فارق ست نقاط يفوز لاتسو يصير الفارق ثلاث نقاط بينما لو فاز اليوفي فعليا صار الفارق بناتهم تسع نقاط وتقريبا راحت المباراة لاتسو راح على ديلي ألبي وعنده غيابين مهمة جدا وهي الحارس الأساسي ماركي جاني ومارادونا الدفاع قلب الدفاع لساندرو نيستا عوضوهم بهاي المباراة كل من فرناندو كوتو والشايب بلوتا حارسنا الشايب المهم إريكسون دخل المباراة بأربعة خمسة واحد كانت التشكيرة عباره عن ميهايلو فيتشو كوتو قلبين دفاع نيجرو على اليمين بنكارو على اليسار لعب بثلاث محاور اللي هما الميدا وسيميوني وفيرون يعني أسانس أرجنتيني خالص وكان يلعب حتى البرتغالي سيرجو كونسيسا وبابل ندفت ومدربنا الحالي سيموني إنزاق كان هو الوحيد في الهجوم المباراة انتهت بهدف نظيف سجله دياغو سيميوني بصناعة فيرون أرجنتيني هدف أرجنتيني صناعة أرجنتينية وانتهت المباراة بفوز لاتسيو 1-0 صار الفارق فقط ثلاث نقاط الجولة التالية لاتسيو فاز على بيروجيا بالأولمبيكو 1-0 اليوفي فاز على بولونيا بهدف ديليارا بهدفين للا شيء ظل الفارق على ما هو ثلاث نقاط باقي خمس مباريات اليوفي لعبته ضد الانتر بالجيو سيب ميادزا وهذه فرصة لاتسيو فرصة العمر أنه يتعثر اليوفي نفس الوقت لاتسيو لعبته صعبة أيضا ضد الفيولا في الفرانكي اليوفي على عكس المتوقع أن المباراة صعبة كان ممكن يعني يتعثر فاز بهدفين لهدف من ثنائية كوفازوفيتش وسجل للانتر سيدورف بينما لاتسيو بالوقت اللي كان متقدم فيه بثلاثة أهداف لهدفين عادل الباتيغول الله يسامحه لاتسيو بالدقيقة تقريبا تسعين أو اثنين وتسعين وانتهت المباراة بثلاثة أهداف لكل فريق ظل أربع جولات وصار الفارق خمس نقاط بين لاتسيو واليوفي باقي أربع مباريات اليوفي أيضا فاز بمباراة صعبة ضد فيورنتينا بهدف لدلبيرو ولاتسيو أيضا فاز على بيتشنزا بهدفين لكل من دياغو سيميوني وفيرون باقي ثلاثة جولات والفارق ما زال خمس نقاط بهاي الجولة لاتسيو كانت مباراته ضد فينيسيا فاز فيها لاتسيو بثلاثة أهداف لهدفين والصدمة كانت تعثر اليوفي في البنتيقودي ضد فيورونا بهدفين للا شيء سجل الهدفين كاميراته باقي جولتين والفارق فقط نقطتين اليوفي لعب مع بارما وفاز على بارما ولاتسيو حتى لعب مع بولونيا وفاز بالملعب بولونيا الدل آر آخر شيء ولت جولة واحدة والفارق هو نقطتين الجولة الأخيرة لاتسيو يلعب مع ريجينا واليوفي يلعب مع بيروجيا في استاد الريناتو كوري تحت قيادة الحكم الشهير بيرلويجي كولينا لاتسيو مباراته سهلة نوعا ما بملعب الأولومبيكو أنهى الشوط الأول بتقدم بهدفين لكل من إنزاقي وفيرون بينما اليوفي أنهى الشوط الأول بالتعادل السلبي هون صار اليوفي تحت الضغط دخل لاتسيو الشوط الثاني وسجل ديوغو سوميوني الهدف الثالث بينما أجلت الأمطار الغزيرة مباراة اليوفي مع بيروجيا لما يقارب الساعة بعدها أمر بيرلويجي كولينا باستئناف المباراة المهم مباراة لاتسيو انتهت جماهير كلها على أعصابها الطاقم الإداري كله ماسكين الراديوهات عم يسمعوا شو نتيجة اليوفي مع بيروجيا خطأ من أنتونيو كونتي بإبعاد الكرة استغله المدافع عليساندرو كالوري وسدد بيومناه هدف لبيروجيا فندرسار ما حرك فيها ساكن اليوفي خسران لاتسيو ربحان الضغط شد على اليوفي والأمطار الغزيرة مرعت اليوفي من اللعب الشكل المطلوب منه ماركو ما تيراتزي يستبسل بالدفاع انتهت المباراة لاتسيو بطل الدوري واليوفي بصدمة مع كارلو أنشيلوتي يعني غير متوقعة أبدا 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 هذه اللحظات بصراحة لن ينساها أي لا تسيالي أي لا تسيالي قديم يحشق هذا الفريق الرائع اللي كان يضم نجوم كبار تحت قيادة كرانيوتي والمدرب والمدرب زفينغوران إيريكسون هون بالنهاية ان شاء الله تكون لخصنا لكم هاي الدوري الرائع اللي حققوا لاتسيو ما تنسون تشاركون الفيديو تشتركون بالقناة بدنا نوصل القناة لألف مشترك وان شاء الله نشوفكم قريبا بفيديو جديد وتحياتي لكم السلام عليكم